عايزين نقف عند تفصيلة كده ليها علاقة بالعقود وتجديد العقود لأن في الفترة الأخيرة يعني هنكلم عن شخصين كل واحد يوم على حدة في مكانه وفي موقعه يعني بيتسو موسيماني بقينا نسمع في الفترة الأخيرة لغط كتير قوي حوالين هو مكمل مش مكمل هو معانا مش معانا طب دراجل عامل كل النتائج اللي تخليه أكيد يبقى معانا وفي ناس تانية تطلع أصوات يعني بتشكك في هذا الأمر ده من ناحية ومن ناحية تانية محمد صلاح ويتجديد عقده مع ليفرفول وبرضو كلام اللي تقال بتاع أنه طلباته المادية قد تكون أكبر من قدرات النادي وما تاني ما يدرواش ينفذوها ففيه ألأ في الحتة دي تعالي نبتدي بيتسو موسيماني وخصوصا أنه هو كمان مؤخرا كان ليه تصريح بيقول من خلاله يعني ما معناه أن أنا لو ما جددتش عقدي مع النادي الأهلي هكون متفاجئ وأي حد هيجي مكاني أكيد حبقى بقال برضو ما معناه أن أنا خليه فكر بصوت عالي إيه البطولات اللي ممكن تفوز بيها عشان تضمن أنهم يجددوا لك فإيه بقى اللي حاصل في الحتة دي هو يمكن زي ما حدك قلت كان فيه فترة من الشد والجاز من تصريحات موسيماني للصحافة الجنوب الأفريقية وحتى كمان في مؤتمر الصحفي بعد إحدى مبارات الدوري عن تجديد العقد وعن كلام أنه مش عارف هيجدد عقد وإمتى وكان الرجل عايز يعرف أو يحسم يعني موضوع تجديد العقد قبل السفر كاس عامل عندها يمكن فترة دي كتفيها شد وجذب كتير جدا لكن أنا بقول له حضرتك دلوقتي أفقا لمصادر الأجنبية وحتى كمان مصادر هنا في النادي الأهلي أن خلاص تجديد العقد تعموسمين يتحسم تجديد له موسمين قابل لتجديده كمان لمسم آخر سيأخذ 200 ألف دولار في الشهر في العقد الجديد وفي شهر تجديد ستة شهر من قيمة العقد ده بنسبة كبيرة بعد أن جهات كتيرة حقا ما نادي الأهلي اتنين دور أبطال أفريقيا اتنين برونزية موديال أندية اتنين كاس سوبر أفريقي كاس مصري وكاس سوبر مصري وكمان الدوري المصري اللي هو يكمله بعد فيلر فموسماني موضوع انتهى خلاص كل هو داتي في فترة استقرار وهيتعلن عن موضوع تجديد العقدة خلال أيام إن شاء الله عشان النادي الأهلي هيكمل في المبارد بتاع حالو